أظهرت آخر البيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي أن حجم احتياطات النقد الأجنبي للصين في نهاية أبريل بلغ 32004.8 مليار دولار أمريكي بزيادة 20.9 مليار دولار أمريكي عن نهاية شهر مارس وشهد حجم احتياطات النقد الأجنبي في الصين ارتفاعا لشهرين متتاليين مما يدل على أنه بقي مستقرا بشكل أساسي تسعى الصين إلى دفع التنمية عالية أجودة وفي مجال التجارة الخارجية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين البيئة لتنمية التجارة الخارجية واستقرار مؤسسات التجارة الخارجية وتجارة المنتجات الرئيسية مما يعزز مرونة التجارة الخارجية وفي الوقت نفسه مع التقوية المستمرة للقوة الدافعة الداخلية للاقتصاد الصيني لا يزال المستثمرون الدوليون متفائلين بشأن آفاق التنمية وأمكانات السوق الصينية ويحافظ تدفق رأس المال العابر للحدود على التوازن العام كل هذا يصب في مصلحة استمرار استقرار احتياطيات النقد الأجنبي